بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بالجميع إلى هذه الفقرة مع كتابي يلي ريكم بخوندر ونستأنف مع الكلمات في بداية هذا النص كما ذكرنا امسية في فصل الشتاء امسية من فصل الشتاء طبعا توقفنا عند كلمات إذن توقفنا عند هذه الكلمة ثم ننتقل إلى الكلمة الموالية طبعا كلمة ممكن نتكلم عن سيغة فعلية نقول مثلا أنا أقلق نقول مثلا عن سيدة إذن هي قالقة مثلا نقول مثلا أنا أقلق حقيقة من أجل أبيك ربما لأنا مريض ربما لأنا في موقف حريج إذن إذن أنا أقلق حقيقة من أجل أبيك طبعا نتكلمون على الورب سانكيتي كما نقول أن الإنسان يجعل نفسه يقلق عندنا الورب سانكيتي في تصريف هذا الفعل في البرزن مثلا نقول جمانكيت تتنكيت تتنكيت إلسانكيت ألسانكيت أو نقول مثلا أنسانكيت أننا نقلق ثم ننوزانكيتون وووزانكيتي إلسانكيت إلسانكيت إذن هم يقلقون إذن إكوت إسمع طبعا هنا عدنا الورب إكوتى في السامعة إكوت طبعا في الامر conjuguي إلى الامبراطف إذن إكوت إذا مكت融كيت فيراً معك مكتب بالأي نقول مثلا لكليمات دون لكل سو ديرول ساعتان ديبات مكيت لكليمات دون لكال سو ديرول ساعتان ديبات ساعتان ديبات مكيت إذن لكليمات كما نقول تقس إذن المقصود طرف طرفيا دون لكال سو ديرول الآت فيها تجري بعض النقاشات بعض النقاشات بعض الظروف صعبة مثلا أو التي يكون فيها توطرات مثلا بين الأشخاص التي تجري فيها بعض النقاشات هذه الظروف أنها تقلقوني أنها تزعجوني إذن إذا تقلقوني عن أحداث التي تجري إذن الظرفية تقلقوني عن كما قلنا طروف الجوية مثلا هنا طبعا عندما معنى مجازي إذن الظرفية التي تجري فيها بعض النقاشات أنها تزعجوني نقول أيضا بون شانس إن وزن كي تيبا إذن حض سعيد ولا تقلقوا حض سعيد ولا تقلقوا عليكم أن تكونوا كما نقول متحمسين كما نقول عليكم أن تكونوا متحمسين وحض سعيد بون شانس إن وزن كي تيبا ثم عندنا توطاكو جا بيرسي توطاكو جا بيرسي فجأة أنا لمحتو توطاكو فجأة توطاكو نقول مثلا موضوع فجأة نقول مثلا ومتعني بأجد أن جاتي سيئ فجأة بإستداراتي بإستداراتي وأنا أستدر لأرى ما حولي وممكن أن تعني أيضا برجوعي عندما رجعت إلى المنزل عندما رجعت إلى المعمل عندما رجعت إلى مكان ما عندما رجعت بالرجوع وأنا أعود إلى هذا المكان كما نقول أنه يلمح نفسه عادة نتكلم على الوذيب في علامة لمح شيئا إذن هنا أنا لمحت نفسي أنني وجدت نفسي بمعنى آخر كجدت سول بأنني كنت وحيدا إذن توتاكو أنني مرتوح أنني وجدت نفسي بأنني كنت وحيدا نقول مثلا توتاكو أنني أدنا لغرب أپرسوور وليسا لغرب سأپرسوور جأپرسو أنني مرتو دوون ما لمحت شيئا آخر أما في حالة لغرب سأپرسوور أنا لمحت نفسي هنا عندنا جأپرسو أنا لمحت شيئا آخر جأپرسو دوون ما أنا لمحت أمامي أممس في لي دولي ميار لمحت أمامي ماذا؟ أممس في لي كما نقول شبكة رقيقة شبكة دقيقة دولي ميار من الدوء إذن فايدابي انظر أمامي فايدابي ألمح شبكة لكن ليست شبكة حقيقية بل هي شبكة من الدوء دولي ميار توتاكو جأپرسو دوون ما أممس في لي دولي ميار أممس في لي دولي ميار إذن فايدابي أمامي شبكة دقيقة من الدوء نقول مثل ميطو تاكو جأپرسو أوبود دولي دو پرسان أمم وإنه فام كي بني ورمو كي بني ورمو ميطو تاكو ولكن فايدابي أمامي جأپرسو أنا لمحتو أنا مادنش لغرب سأپرسوور أنا لمحتو جأپرسو أنا ألمحت أوبود دولي يعني كمانو نقول في نهاية الطريق في نهاية الممر مادا لمحتو في نهاية الممر جأپرسو دو پرسان أنا لمحتو شخصين أن نوم وإن فام لمحتو رجولان ومرأتن كي بني ورمو اللذاني كان يأتياني نحوي في التجاه إذن ميطو تاكو جأپرسو أوبود دولي دو پرسان الكلمة الموالية لغر لغر إذن لغر إذن نتكلم عن الغول لغر نقصد به هو الغول إذن نقول مثلا ماتي لفو ألا فور تخيز دو لغر ماتي لفو ألا فور تخيز دو لغر دعو النار دعو النار ألا فور تخيز كما نقول على قلعة ألا فور تخيز على قلعة دولغر دولغر على قلعة الغول طبعا نتكلم عن قصة خيالية مثلا يقول فيها المحاربون لذا الغول دعو النار على قلعة الغول ماتي لفو ماتي لفو ألا فور تخيز دولغر دعو النار على قلعة الغول ماتي لفو ألا فور تخيز دولغر كما نتكلم هنا عن الغول حقيقي هنا كما نتكلم عن الغول بشكل مباشر في هذه القصة الخيالية طبعا ممكن نتكلم عن كلمة الغول بشكل مجازي نتكلم عن ظاهرة معينة أنها تأتي على الأخضر وليابس مثلا أنها تشكل خطرا على الناس أنها تحدد ضحايا مثلا إذن ممكن نسمي أقول كما دائما لماك دو كوهرانس دمار لغر دي بتيز اسبري لماك دو كوهرانس إذن نتكلم عن فقداني كما نقول فقدان تنسيق كوهرانس نقول عن شيء إن بنا كوهران يعني أنه متنسيق إذن كم دائما كالعادة كما نقول كما نقول لغر دي بتيز اسبري رولو العقول الصغيرة إذن العقول الصغيرة هي التي لا تنسيق بينها وبالتالي فهي تسقط في خطر الاستدام وبالتالي عدوة المشاكل وربما تكون هي ضحية لغر دي بتيز اسبري لغر دي بتيز اسبري كما نقول لغر دي بتيز اسبري فقدان التنسيق فقدان التناغم هذا يصبح وغول العقول الصغيرة كما نقول أنه يقضي على العقول الصغيرة إذن نتكلم عن الأشخاص الذين لا يفكرون مثلا بعيدا يفكرون مثلا في حدود مصالحهم إذن فيأتي من يقضي عليهم لغر دي بتيز اسبري لغر دي بتيز اسبري بالنسبة للغول الروسي يبقى أنها ستأتي عن دي بوران دي بوران دي بوران بالتهام طبعنا نتكلم هنا عن الأمر بالدهوري أنك تأكل شيئا بدون أن تمضره إذن نتكلم عن دي بوري أنك تلتهي يبقى أنه ستأتي عن دي بوران بمجرد التهام التهام ماذا؟ التهام أراضي إذن بمجرد أن الغول الروسي بدأ يلتهم أراضي بدأت هنا تأتي الشاهية المقصود بأنه أصبح يطمح لالتهام أراضي أخرى هذا هو المقصود هنا ما معنى الشاهية؟ الشاهية هنا هي ازدياد الشوق للأكل كما نقول كما نتكلم هنا الشوق للأكل أنك تزداد شراها إذن لأبيتي أعلى وجه ريس إذن الشاهية بالنسبة للغول الروسي كما نقول هنا الدب الروسي فيندرى أن ديفوران دي التاريطور أن ستأتي نتكلم عن الشاهية أن ديفوران دي التاريطور بالتهام أراضي إذن عندنا لغ ثم عندنا كلمات كلك نتكلم عن شخص ما كما نقول شخص ما كلك ستابليكاسيون أكت إكريت بار الك سويتون غيستي أنونيم إذن ستابليكاسيون أكت إكريت بار كلك سويتون غيستي أنونيم إذن ستابليكاسيون هذا التطبيق طبعا نتكلم عن كلمة مؤنة هنا أكت إكريت أنها كتبت أنها كتبت بار كلك كتبت بشخص ما كتبت من طرف شخص ما سويتون كما نقول متمنيا أنه يتمنى غيستي أنونيم أنه يريد أن يبقى مجهول الإسم متمنيا أن يبقى مجهول الإسم لا يريد أن يذكر إسمه بأنه ما لامن كتب هات التطبيق ستابليكاسيون أيت إكريت كتبت es سويتون غيستي أنونيم ستابليكاسيون أيت أيت إكريت أكل كتبت غيستي أنونيم هذا التطبيق أنك كتبت متمنيا يعيش先 بook أنهم يتمنى أنت كتبت بأن قد غيستي أنونيم ثم نمنع 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 ت Alya controls أن ي Panama نمنع نمنع نحن نعتقد أننا نعتقد أننا نعتقد أننا نعتقد نعتقد أننا 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 نعتقد نتكلم عن العنف نقول مثلا المواقع بكل عنيف غر من بلسة ثم أنه جرآ بشكل خاطير بغ لالة السفرâlة من المنطرب الأمن اثنًا ربما أنه جرآ بشكل حانيف وكأنه جرآ بشكل خاطير غر من بلسة أمن نقول مثلا إليتي تورتيري پون دون دي زهر فيو لاما أساسيني إثن هو عوديبا إليتتي تورتيري إثن هو عوديبا پون دون دزهر لعدة ساعة إثن هو عوديبا لعدة ساعة إيو لانو قوت تومعن او قوت الى بي شكلان �نف إيو لامو أساسيني تومع قوت الى بي شكلان هنف أيدعن و Hawолет عدد بق ليدت سعد تومع قوت الى بي شكل انف إلل صلوقت إذا اتطرد ربون ان ديل إن وي أصباط أساسيني إن وي أصباط أصباط أبل الومارب أساسيني كممان نقول تومع والواب أن نقول لوارب أساسيني في القاتلة كممان نقول الواب نقوم فعل قتال إذن نقول مثلا ceux qui défendent violemment ce système اتر la violence sur eux-mêmes ceux qui défendent الذين يدافعون المقصودون الذين يدافعون عن إذن ceux qui défendent violemment الذين يدافعون بالشكل آنف عن ce système هذا النظام اتر إذن هم يجدبون إذن يجدبون ماذا؟ la violence sur eux-mêmes يجدبون العنف عليهم أنفسهم الأشخاص الذين يدافعون عن هذا النظام بشكل عنيف إذن هم يجدبون على أنفسهم العنف المقصود عندما ينتفض الناس ضدهم سيتذكرنا عنفهم ودفاعهم عن هذا النظام الذي يسئل الأشخاص مثلا ceux qui défendent violemment ce système اتر la violence sur eux-mêmes الذين يدافعون بشكل عنيف عن هذا النظام ceux qui défendent violemment ce système اتر 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 يجدبون يجدبون la violence يجدبون 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 لا يجدبون 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 l'affaire a été signale par un voisin إذا القضية او الامr a été signale كما نقول أن a été signale أن a été signale par un voisin من طرف un voisin ثم كلمة confus كما نقول مشوش مبهم غير واضح مثلا وضع l'avevane من دو ساتte BERIOD مسميล كون فيه يأنديستان لذي فى ممكن نقول الأحداث دو ساتة BERIOD لهذا الفترة مسميل أنها تبدولي كون فيه أنها تبدولي مشوشة يأنديستان وغير واضعة يأنديستان وغير واضعة إذا l'avevane من دو ساتة BERIOD أحداث هذه الفترة مسميل أنها تبدولي أنها تظهر لي كون فيه أنها مشوشة أن مشوشه و غير واضحه نقول مثلا الو تيتر دو ست أغتيكل بيو سمبل كنفى بو سرطان لدان الو تيتر دو ست أغتيكل بيو سمبل كنفى بو سرطان لدان عنوان هاد المقال بيو سمبل يمكن أن يبدوه كم نقول غير واضح أو مشوش بو سرطان لبعض الاشخاص إذن من الأحسن توضيح هذا العنوان لأن بعض الأشخاص سيقرأونه فيضنون أشياء أخرى لدلو التيتر دو سات أرتيكل بأسامبلي كونفي بور سيغتين نقول مثلا مي سيزاكور بأسامبلي ألان بيكي يكون فيه ولكن هذه الاتفاقيات مي سيزاكور ولكن هذه الاتفاقيات بأسامبلي يمكن في بعض الأحيان أن تبدوها يمكنها في بعض الأحيان تبدو ألان بيكي معقدة إي كونفي ثم غير واضحة معقدة وغير واضحة إذن طبعا عندنا اتفاقيات نكتبوها لكنها في بعض المشاكل في الكثير من التعقيدات ثم أنها غير واضحة مي سيزاكور بأسامبلي ألان بيكي إي كونفي إذن طبعا في الفقر القادم إن شاء الله سنكمل مع النص إلى ذلكم العين حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله